اشتركوا في القناة الموجودة أسفل الشاشة في حال وجود أي مقترح أو أي سؤال أو أي استفسار يخص صحتكم خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعيني أهلا بكم متابعينا مرة ثانية ويانا اليوم بالستوديو الدكتورة سينان غازي مهدي طبيب اختصاص ومديرة قسم الأمراض الانتقالية مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية في دائرة الصحة العامة وزارة الصحة أهلا ومرحبا بك دكتورة دكتورة الآن نحن على وشك فصل الشتاء وتنتشر أمراض عديدة خلال هذا الفصل منها مرض الانفلاونزا نحب نتعرف اليوم على ما هي هذا الفيروس وكيفية انتشاره شكرا جزيلا هذه الفرصة وإحنا فعلا مقبلين وبدينا نقول نلاحظ أكو حالات من مرض الانفلاونزا قبلها أكد على حضرتك مساء الصحة والعافية لكل مواطنين علينا عليكم والصحة والعافية هي ماكو أحسن من عتا وخصوصا إحنا هذه السنوات واجهنا الكثير من المشاكل الصحية ونتمنى لكل مواطنين الصحة والعافية إن شاء الله مرض الانفلاونزا فعلا إحنا مقوين عليه وبدينا نظهر عندنا حالات من الانفلاونزا مع بداية موسم الدراسة نعم مرض فيروسي يحدث فيه كل سنة مرة أو مرتين بالسنة وأكثر من مرتين أحيانا لأنه هذا الفيروس من نوع اللي يغير جين كل عدة أشهر نعم يعني ممكن هسه آني يصير عندي فلاونزا وبعد ستة شهر سبعة شهر وصاب بانفلاونزا مرة ثانية فدائما نقول لنفسنا متمرضنا مصارت عندنا لا ممكن ممكن الفيروس يغير ثوبا نقول بمصطلحنا الشعبي ممكن يتغير بعد عدة أشهر فصير موجد انفلاونزا ثانية لنوع جديد من الطفرة الجديدة لهذا الفيروس طبعا دكتورة هو العديد من الفيروسات طي نفس الأعراض والعامة للمرض اللي احنا نسميه فلو لايك إلنس تطيع عراض مشابه للانفلاونزا لكن هي مختلفة ممكن بمئات الفيروسات تنطينا هذا النوع من العراض يعني هو كفلاونزا بثلاث أنواع نعم ال-A وال-B وال-C اللي يصاب بها الإنسان عادة هو ال-A وال-B ال-C ما يصاب بها الإنسان لكن فعلا أكو أمراض أخرى يعني الكوفيد هو يبدأ بأعراض شبيهة مش عادة فلسا إحنا اللي يصاب بموجة إنفلاونزا أو بأعراض الفلاونزا قد يكون كوفيد وقد يكون إفلاونزا وقد يكون فيروسات ثانية ما لح علاقة بهم اثنينهم لكن أيضا يسبب نفس الأعراض أيضا الحصبة والحصبة الألمانية والجدري المائي كلها تبدأ بأعراض تشبه الإفلاونزا تهاب الكبد الفيروس نعم اللي هو إذا كان نوعا ينتقل عن طريق الماء والغذاء أو ينتقل عن طريق الدم أيضا يبدأ أعراض شبيهة بالإنفلاونزا خلينا اليوم نعرف متابعين على أهم الأعراض والعلامات الخاصة بمرض الإفلاونزا وكيف ينفرق بين الفيروس وآخر كمرض إنفلاونزا تبدأ بأعراض هي تبدأ برشح عادة يصاب الجهاز التنفس العل والسفلي تبدأ بالأنف والبلعوم وثم ينزل نكون إلى الرئيخ فهذه الأجزاء من الجسم هي اللي تصاب بالمرض تبدأ برشح بسيط تبدأ بحرارة وهي مهمة جدا واحد يكون حس شويه نقول الجسم مصخن مدهس تعبان نحلان ما بيحيل تبدأ أشياء بسيطة فأخذها يومين أو ثلاث أيام وبعدها تبدأ الحرارة ترتفع أكثر وتبدأ الأعراض قد تشتد أكثر وممكن تنزل إلى اتهاب النذات الرأي إذا ما صار علاج مناسب بالأيام الأولى لهذا الشخص وممكن أن هذا الشخص يتعالج بالبيت وممكن يحتاج إلى دخول مستشفى أحيانا كثيرا وهي مسجلة عالمية وفي العراق ممكن يحتاج إلى إنعانش رئوي إذا ما تم علاجه بالأيام الأولى أو لدى هذا الشخص مشاكل صحية تساعد على زيادة خطورة المرض في ذلك مهم جدا أن الإنسان ينتبه إلى نفسه ويراجع أقرب مؤسسة صحية وإلى طبيب اختصاص بهذا الموضوع ويهتم بأخذ العلاج المناسب بالوقت المناسب دكتورة بالحديث عن العلاج للأسف نلاحظ أغلب مواطنين ومراجعين يأخذون أدوية قوية ومضادات حيوية متعددة في حال شعوره بعراض فلاوزة بسيطة وهذا أكيد رح تأثر على مناعته وبالتالي تأدي إلى مقاومة دوائية بحيث من يحتاج هذه المضادات الحيوية رح تأثر عليها بحيث ما تشتغل عنده مستقبلا إضافة إلى للأسف انتشار ظاهرة الأبرى الخبط اللي لاحظتها بكثرة في عياداتنا أنه مريض راح أخذ الأبرى الخبط وبالتالي أدت إلى مضاعفات عديدة ما تعليقكم دكتورة عليها لذلك أنا هسا قلت لمن يحس الإنسان بيعراجع أقرب مؤسسة صحية أو طبيب اختصاص حاليا طبعا إحنا عدنا الأطباء في كل مكان مؤسسات الصحية موجودة في كل رقعة جغرافية عدنا عيادات الأطباء أصبحت في كل مكان ماكو عيادة ماكو منطقة هسا ما بيها عيادة متخصصة لطبيب معين الموضوع هي قلنا فيروس الفيروس يحتاج أحيانا فقط علاجات داعمة يعني هو سعيدة حرارة ممكن خافض حرارة سعيدة رشح ممكن أدوية عاجل رشح لكن مشكلة أما الشخص رأسا يبدي يضرب الأبر الخبط أو يبدي ياخذ أبر مضادات حيوية نقول ذات فعالية عالية جدا وهذه أولا إذا أخذ الأبر الخبط بها أنواع من الأدوية اللي هي ممكن تزيد شدة المرض يعني مراحل ساعدة حتى تقل ممكن تفيده خلال ساعة ساعتين وبعدها تبدي مشاكل هذه الأبر الخبط وموضوع أخذ المضادات الحيوية لكل شيء وفي كل وقت هذه تجعل الجسم ما يتقبل العلاج لما يكون فيه أكو ضرورة راح أصير عندنا تفاعل لهذه الأدوية بحيث تفقد حساسيتها بعلاج البكترية اللي هي تحتاج علاج راح أصير مضاد بحيث ما يتقبل صعوبة بعلاج هاي الحالات وهذه تحتاج إلى دخول مستشفى وتحتاج إلى العاش رأوي إذا ما تمكننا من علاج بوقت بناسب لذلك نقول شوية صبر مواطن نيران لشوية صبر يومين أو ثلاثة بعلاجات بسيطة أحيانا بغذاء صحي بسيط أحيانا براحة يوم أو يومين يرتاح شوية حتى يقدر يكمل الأيام الثانية بتكون شدة المرض أقل عليها بس إذا ما يتعامل معها بهدوء وصبر خلال أول يومين ممكن صعوبة بعلاج هاي الحالة بالأيام الأخرى نعم دكتور نلاحظ من كلام حضرتك أنه الفيروس إلى مدة حياة معينة تزيد تدريجيا وتنقص أيضا تدريجيا فيحتاج إلى فترة زمنية وبذلك هو يشفى المرض يعني هو مقسم سبعة أيام نعم متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعيني أهلا بكم متابعينا مرة أخرى نكمل حديثنا مع الدكتورة سنان غازي مهدي حول موضوع الإنفلاونزا ولقاح الإنفلاونزا في حال عدكم أي سؤال أو استفسار حول هذا الموضوع يمكنكم الاتصال على أرقامنا الموجودة أسفل الشاشة دكتورة نكمل حديثنا حول اللقاح الإنفلاونزا والإنفلاونزا بشكل عام ما هي طرق الوقاية من هذا الفيروس؟ طبعا هو الشيء المهم أنه يتبهي الإنسان نأكد دائما الأمراض الفيروسية هو النظافة موضوع أغسل يدين نظافة شخصية موضوع التباعد بين الأشخاص عدم الدخول في أماكن مزدحمة وخصوصا هو مرض فيروسي عن طريق النفس ننتقل التنفس عن طريق التنفس يعني هي المسافة اللي بينه وبين حضرتش إذا أكو مرض فيروس لا سمح الله ممكن يصير عدوى وينتقل من أي شخص موجود في هذه القاعة هذه أمور هي طبيعية مع أكثر الأمراض الفيروسية طبعا مهمة جدا لكن إحنا دائما نأكد نقول الوقاية خير من العلاج ونقول الصحة تاج أكو أمراض لما إلها لقاح فوجود اللقاح يساعد على زيادة مناعة الجسم وداما نأكد على مواطنين بكل الفئات العمرية اللي هي إلها لقاحات وخصوصا هلس نحن نبقى نحن نشوف هلس نحن مع بداية مرس المدارس كل طفل يتمرض في صف ممكن يعدي كل الصف ويعدي المدرسين وهاي رح تنتقل عدوى لكل العوائل يعني نشوف إحنا خلال يوم واحد كم من الأشخاص رح يتمرضون بسبب مريض واحد لكن وجود لقاح الانفلاوانزا واللي هو فعلا إلى تاريخ طويل وأثبت كفاءته ليس بمنع المرض وإنما بتقليل شدة المرض يعني أنا بدل ما أحتاج دخول مستشفى مثل ما قلنا ندخل إنعاش ممكن رح ياخذ علاج بسيط ويتعالج في بيته وإذا نحسب إحنا جقد رح يصير عبع على الشخص وعالعائلة إذا يتمرض شخص هذا رح يعدي كل العائلة رح يحتاج يعالجون كل العائلة وإذا أكو ناس هما يعملون رح يتوقفون عن عملهم يعني إرادات ما رح تدخلهم خصوصا إذا هما كانوا كسبوا وعاملين يوميين ما أنا رح يحتاج يعني رح تجر على أبء مادي وصحي لكل العائلة وممكن يأثر على البقية بينما إحنا نأكد وزارة الصحة خقيقة تعمل جاهدة سنويا على توفير لقاح الإنفلونزا بوقت مناسب يعني هسا إحنا بدينا باللقاح من بداية شهر العاشر ونتمنى وموجود اللقاح متوفر في كل المراكز الصحية والمستشفيات يأخذ الشخص جرعة واحد من اللقاح تحمي موسم الشتاء بأكمله ما تخليه يحتاج أنه يدخل مستشفى ما تخليه يصرف كثير من الأدوية حتى يعالج نفسه ممكن تعبر يوم أو يومين فتنشلة بسيطة فتشغل شيء بسيط وبعدها تكون صحتة زينة وما عندها مشكلة ويقدر يمارس عملها بكل سهولة لكن وفعلا هي يعني متوفر لكل الفئات اللي تحتاجها يعني أكو ناس معارضين خطورة ولازم يأخذون اللقاح يعني إحنا في دول عالم نسمع أكو ناس تنتظر شوقت يكون موسم اللقاح وتدفع لفلوس حتى تأخذ اللقاح الحمد لله اللقاح متوفر ومجاني وآمن وممكن يعني أقرب مؤسسة صحية لكل شخص هو ممكن يوصل للاقظ اللقاح وتكون صحتة نقول جيدة ويحمي نفسه ويحمي عائلته من الإصابات المعارضة الحديث عن اللقاح دكتورة لاحظنا فعلا وزارة الصحة أطلقت حملة واسعة للتلقيح بلقاح فلاونزا الموسمية طبعا نحب نتعرف على تفاصيل هذه الحملة وهل هي موجودة كل سنة لكن لاحظنا الآن وجود كميات كبيرة من اللقاح ومتوفرة في منافذ تلقيحية أكثر من الأعوام السابقة حدثينا دكتورة عنها اللقاح الوزارة جاهدة من سنوات على توفير اللقاح سنويا بعد جائحة كوفيد والكوفيد أخذ أبع كبير على الوزارة وعلى الحكومة العراقية حاليا لا السنة استطاعت الوزارة أن توفر اللقاح بكميات إن شاء الله تكون مناسبة وتفي بالغرب بالنسبة للناس اللي يحتاجوا متوفر حاليا بكل المحافظات بكل دوار الصحة تلقيحي تقريبا دكتورة كم منفذ تلقيحي تقريبا في بغداد والمحافظات في كل محافظة في كل محافظة حوالي خمسين بالقليل يعني في كل رقعات بشكل عام بشكل عام يعني نحسب عندنا عشرين دائر الصحة نعم أعتقد حدود مئتين منفذ صحي حاليا موجودات ما ضغط الرقم تماما بس يعني في أي واحد يروح أي مركز صحي أو مستشفى قريب علي ممكن ينقله قام ما رح يكون بعيد عن متناول نعم خلينا نتعرف على الفئات المستهدفة أو الفئات الهشة أو الأكثر أرض الإصابة بمرض الإنفلاونزا وذول احنا نأكد عليهم نعم يعني عندنا نبديهم من الأطفال نعم أطفال أقل من خمس سنوات دائما نأكد أن يأخذون اللقاحات اللي يحتاجوها حتى يكملون عمرهم بصحة وعافية دكتورة ربما مشاهد يسأل أنه من أي أمر ممكن إعطاء اللقاح للطفل من عمر ستة شو ممكن نعطوه من ستة شو إلى خمس سنوات أي فئة من هذه الفترة هذه وممكن يأخذ اللقاح واللقاح آمل لهذا الأمر نعم الجهة المهمة أيضا لنساء الحوامل نعم إن هذه من تأخذ اللقاح ليس ينفسها فقط نعم وإنما الطفل اللي في بطنها أيضا راح يأخذ حماية من هذا اللقاح نعم هذا الجزء الجزء الآخر لو أصيبت هذه الحامل بالإنفلونزا نعم ممكن هاي الإنفلونزا تأدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة نعم فاللقاح راح يحميها راح يخليها تكمل حملها بأمان إن شاء الله نعم عندنا الفئات اللي هما عندهم أمراض مزمنة الضغط السكر الربو القصبي الضيق التنفسي عندنا أمراض مزمنة عندهم ضيق تنفس هذولا أمراض القلب هذولا كلهم يحتاجون يأخذون لقاح إنفلونزا نعم كبار السن 65 فما فوق نعم مهم جدا يأخذون لقاح إنفلونزا حتى لا تجيهم نوبة إنفلونزا شديدة نعم وملاكاتنا الصحية بالتأكيد يعني هم موجودين بالمجال عملهم ممكن تجيهم حالات إنفلونزا فذولا إذا يأخذون لقاح راح تحميهم حلال فترة عملتها تحميهم وتحمي أيضا مراجعيهم والمرضي تحمي مراجعيهم أيضا وتحمي عوائلهم لأنه راح يكون ناقل لمرض من المستشفى إلى عائلته فبس من يأخذ لقاح راح تحمي إلى وتحمي المواطنين اللي موجودين بالمستشفى وتحمي عائلته لما يرجع البيت بسلامة متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعينوا ياكم أهلا بكم متابعينا مرة أخرى دكتورا نكمل حديثنا حول لقاح لنفلونزا ما مدى فاعلية هذا اللقاح؟ لقاح لنفلونزا قلنا هو ما يمنع المرض لكن يقلل شدة المرض يقلل حاجة إلى العلاجات يقلل حاجة إلى دخول مستشفى ممكن 60% ينطي حماية لهذا الشخص من أن تكون عنده مضاعفات أو تكون الموجة كلش بسيطة أحيانا بعد ما يأخذ اللقاح الشخص يكون عنده عراض نقول إنفلونزا بسيطة أو عراض رشح بسيطة تقضل ليومين ثلاثة وبعدها تمشي الأمور طبيعية مدى مأمونية هذا اللقاح؟ يعني البعض يتخوف من مأمونية اللقاح هل هو آمن؟ يعني الحمد لله مع كل الظروف اللي مر بها البلد لكن موضوع اللقاحات يمر بعدة مراحل حتى يوصل للمواطن في أكثر من لجنة في وزارة الصحة وأيضا مع جهاز صاندة مع الوزارة تتأكد من نوعية اللقاح اللي يوصل ويصير تدقيق بهذه النوعية وفائدته وهل ومحدد طبعا هذه كلها تعتمد على مؤشرات منظمة الصحة العالمية يطلق يتم فحصه يعني ما يطلق اللقاح إذا ما يتم فحصه في مختبرات متخصصة بهذا المجال وتاخذ وقت حتى تفحصه وبعد أن يفحصه اللقاح أيضا أكولوجنا ثانية تؤكد أو تدقق ما تم تنفيذه خلال هذه القطوات يالله ينزل اللقاح يعني احنا تأخرنا حوالي شهر تقريبا من وصل اللقاح إلى العراق وتم فحصه وتدقيق الخطوات هذه حتى ينزل المؤسسات الصحية حتى نتأكد من أمان اللقاح وعدم وجود مشاكل قد تؤثر على صحة المواطن نعم ينطي حماية تقريبا 60% أو أكثر أحيانا حسب تفاعل اللقاح مع جسم الإنسان دكتورة زينا حدثينا عن اللقاح نفسه هل هو يقي من نوع واحد من الفلونزا أو عدة أنواع كفيروسات هو قلنا الفيروس هو فلونزا هو A-U-B والA أيضا بعدة أنواع اللقاح اللي موجود طبعا إحنا العراق من شبكة عالمية لفحص جينات الفيروس اللي يخلوها باللقاح يعني سنويا هسا إحنا مصير حالات إنفلونزا يتم التحقق من الجينات اللي موجودة وترسل إلى هذه الجهة المتخصصة بفحص هذه الجينات حتى تضاف إلى اللقاح بالموسم القادم يعني ماء اللقاح مو نفسه كل سنة وأنما دائما يصير تغيرات بالفيروس يتضاف إلى اللقاح حتى تضحي ماء من هذه الطفرات الجديدة وتضحي ماء أوسع فدائما اللقاح متغير ومتجدد حسب حاجة الإنسان وحسب النوعيات اللي تحدث خلال الموسم هذا فيذلك هو يضطي حماية لأكثر من نوع يعني حوالي ثلاث أو أربع أنواع اللي هي جديدة راح تضطي حماية لها وتحدث سنويا يعني موجود هالسللقاح عندنا مو نفس راح يكون السنة القادمة ولا هو نفس اللي كان موجود بالسنة الماضية دكتورة سؤال أيضا متداول هل هذا اللقاح يحمي أيضا من كوفيد ناينتين؟ لا يعني لقاح كوفيد يختلف عن لقاحهم في الأهزر أكو أفكار حاليا أنه يحاولون يجمعون اللقاحين بلقاح واحد حتى يصير شكة واحدة يعني ما تكون مرتين يأخذ الشخص وإنما أكو دراسات بهالموضوع هذا مواطن آخر اسمه حسن من ديالة يسأل أنه أرسل لنا يسأل عن حساسية من الحليب والمكسرات الفستق والجوز يقول هل يمكنني تلقي اللقاح؟ ممكن يعني مواطني يتخوفون أحيانا عندها حساسية من شيء معين ويصور هالحساسية ممكن تأثر على أي مادة ثانية من اللقاح فما إلى علاقة وإنما لو كان ما قد لقاح فلاوانزا سابقا وصير عندها في التحسس معين من هذا اللقاح ممكن يتأثر هذه فآدتا نبلغ يعني صارت عندنا مع كوفيد باعتبار كان لقاح جديد أنه يبقى الشخص في المؤسسة الصحية نص ساعة حسب وضعيته إذا صارت عنده أراض لا سامح الله حتى يتم علاجه داخل المؤسسة الصحية وإذا لا صحت زينة فما يكون مشكلة هل من محاذير لهذا اللقاح؟ يعني منه اللي نحذر أنه يأخذ هذا اللقاح؟ اللي يأخذ؟ اللي ما يأخذ اللي ما يأخذ فقط اللي عنده تحسس من اللقاح نعم واللي عنده حمى أيضا الكثير يسأل عن موضوع الحمى؟ لأنه ما يكون مشكلة نعم إذا كانت حد نقول زيادة طفيفة جداً بدرجة الحرارة ما تأثر لكن ممكن أيضاً هو يأخذ خافض حرارة في نفس الوقت حتى لا تكون يصير عند ارتفاع أكثر بدرجة الحرارة نعم دكتورة خلينا نعرف اليوم المواطن هل هو يأخذ بجرعة واحدة؟ أم كل سنة يحتاج المواطن يأخذ جرعة ثانية؟ ومن يحتاج إلى الجرعة الثانية؟ الشخص اللي هو مماخذ لقاح نهائياً ممكن يأخذ جرعة ثانية بعد شهر نعم الشخص اللي ما أخذ لقاح سابقاً بس يأخذ جرعة منشطة سنوياً حسب المستجدات باللقاح نعم أيضاً سؤال آخر من المواطنة أم أحمد من بغداد تسأل تقول أنا أخذت اللقاح ضد الفلاوزة لكن أصبت بالمرض هل هذا بسبب اللقاح أم بسبب شيء آخر؟ حتى نقول أصبت بالمرض أنا صارت عندي السنة الماضية نعم أخذت لقاح كوفيد وأخذت لقاح فلاوزة نعم بعد شهر تقريباً صار عندي أعراض مشابهة لفلاوزة نعم فحبيت أني حب استطلاع كان عندي رحي سويت مسحر حتى أعرف شنو اللي صار عندي لا كان فلاوزة ولا كان كوفيد نعم وهذا قلنا أكو أنواع أخرى نعم هي ممكن نفس الأعراض تصير بها وصارت عالمياً السنة الماضية أنواع هي ثانية من الفيروسات أخرى صارت هي مشابهة الفلاوزة هي لكن هي ليست الفلاوزة ولا كوفيد بعض الأبحاث يقول أنه 600 فيروس ممكن تنطينا نفس الأعراض اللي هي مشابهة للإنفلاوزة يعني عددت الأشياء الموجودة عندنا حتى التهاب الكبد الفيروسي ممكن يبدأ عراض الفلاوزة تبدأ كلها الأمراض الفيروسية تقريباً تبدأ عراض إنفلاوزة بسيطة وبعدها حسب التطور السريري لهذا الشخص والفحص المختبري حتى نعرف شين المسبب لهذه الأعراض نكتورة خلينا نتحدث عن سلسلة التبريد أو من لحظة وصول اللقاح للعراق لحين تلقي من منفذ التلقيح بالنسبة للمواطن كيف تتمها العملية وكيفية خزن هذه اللقاحات وكيف تصل للمواطن من الأمور المهمة التي نتأكد من أداة حقيقة وتتابع أنه موضوع سلسلة التبريد يعني اللقاح من يوصل يوصل بأجهزة تبريد معينة وبدرجة حرارة معينة والمخازن ما تستلمها إذا كان أكو تغيير بدرجة الحرارة يعني هم محدة من الأشياء اللي يتأكد منها المخازن في وزارة الصحة تقرأ درجة حرارة اللقاح حالة وصولة إذا أكو أي مشكلة هذا ما يستلم ويدقق جدا بعدها هي أيضا في مخازن وزارة الصحة أكو سلسلة التبريد ودرجات حرارة معينة لحفظها ويفحص بنفس الدرجات اللي هي المفهوضة يفحص بيها خلال النقل من مخازن وزارة الصحة إلى مخازن دوار الصحة أيضا ضمن سلسلة التبريد معينة داخل مؤسسات الصحية أيضا لازم أكو درجات حرارة معينة ثلاجات معينة تكون موجودة في هذه المؤسسات حتى تبقى تحافظ على درجة الحرارة أي تغيير به طبعا كل الناس اللي يعملون في هذا المجاهل هم مدربين على كيفية تأكد من درجة حرارة اللقاح وحتى يتأكدون من وصولها إلى المواطن بدرجة حرارة مناسبة يعني الحمد لله هذه السنوات نهائيا المصارت عندنا مشكلة في هذا الموضوع أو بالعكس يعني الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع هي تتابعها بدقة وحاليا أكو يعني متابعة مركزية لهذه السلسلة التبريد يعني بالوزارة هو من يما ممكن يدقق على الإجراءات التي تتم في دوائر الصحة وفي دوائر الصحة نفسها أكو جهات متابعة لهذا الموضوع فإن شاء الله يكون كل هالأمور ضمن الشروط المطلوبة لوصول المقاح إن شاء الله متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم أهلا بكم متابعينا كمل حديثنا مع الدكتورة سنان غازي دكتورة بالنسبة تكلمنا على سلسلة التبريد الآن بعض المواطنين يسألون يقولوا مرات الكهرباء تطفى مثلا في المراكز الصحية شون أنتوا ضامنين جودة اللقاح أنه ما يفسد خلال أطفاء الكهرباء أولا معظم وجوز كل مؤسساتنا الصحية هي ضمن خط الطوارئ للكهرباء إضافة إلى ذلك في مولدات موجودة في حالة عدم وجود تيار كهربائي وطني أكو مولدات موجودة تشغل هذه المولدات حتى تحافظها إضافة إلى ذلك نفسها هي هذه الثلاجات اللي خاصة باللقاح ممكن تبقى تحافظ على درجة الحرارة لفترة معينة إلى أن تتوفر الكهرباء الوطنية أو المولدة يعني مراحة تكون أول ما تدفى الكهرباء الثلاجات تفقد البرودة مات وإنما هي بتصنيحها هي فيها درجات معينة تحافظ لوقت طويل تحافظ على الدرجات البرودة المطلوبة للحفاظ على اللقاح نعم دكتورة لاحظنا عبر السوشيال ميديا الآن انتشار إشاعات ضد لقاح للفلاوانزة منها ما يشير إلى وجود سموم ضمن هذه اللقاحات وإشاعات مختلفة وعديدة ما رأيكم بهذه الإشاعات وكيف الرد عليها اليوم حتى المواطننا اليوم يكون واثق بأن اللقاح آمن وفعال نحن كوزارة وكجهة علمية دائما نمشي بالبراهين ونتمنى على مواطنين شفنا هذا الموضوع كلش كان أخذ مدى كبير في فترة كوفيد بحيث قد نحاول نسوي إجراءات نشوف أكو ناس تطلع هي مضادة لعمل وزاعة الصحة بعيدة عن نقاط السلبية اللي موجودة عند الحكومة وعند الناس ما أخذ رأينا لكن أكو إجراءات مهمة يعني لحد هذه اللحظة الحمد لله ممتحم بالحكومة اللي أنا موظفة بالحكومة لكن هي واقع حانة أكو إجراءات كثيرة نحاول أن نطبقها حتى نحافظ على الإجراءات الوقائية اللي نحتاجها لحماية المواطن مع هذا نقول لي مواطننا يعني أنت تأكد ما بيها شيء يعني أنا أكثر من مرة من يصير لقاءات مع الأخوة الزملاء ومع الناس أنا سمعت كلام أتأكد من مصدرة يعني أحاول يعني هسا أنا كطبيبة تجيني رسائل من أكثر من جهة من عوائلنا ومن أصدقانا ومن أهلنا إذا زولي هاي سمعنا هذه شن رأيش بيها تأكدين من هذه المعلومة فما بيها شيء يعني أن أهالينا موجودين في كل مكان والملاكات الصحية مولدها في كل مكان فأحاول أتأكد من فائدة هذه المعلومة ودقة هذه المعلومة يعني إحنا موضوع اللقاحات من ثمانينات القرن الماضي إحنا بدنا ببرنامج اللقاحات والحمد لله حققت العراق حقق نجاحات كبيرة بموضوع حماية المواطن عن طريق اللقاح يعني شئ الأطفال هاي سنوات كثيرة ما عدنا حالها شئ الأطفال وهو قضى عليه باللقاح والعالم كله يعمل عليه الأدنى الأمراض الأخرى الكثيرة اللي هي للأطفال في عمر الخمس سنوات كثير من الأمراض أصبحت قليلة جدا أو من الماضي يعني هي بسبب استخدام اللقاحات وإنترنت موجود ممكن واحد أي واحد هسا ما أعتقد أي مواطن هو ممكن عنده إنترنت ويتأكد هل هو أكو مشكلة بهذا اللقاح لكن المصدر موثوق لا يتأكد هالساجات بس مو يدور على الإشاعات خلي حاول يعمل ويدور على المكانات الموثوقة والجهات الألمية المسؤولة عن إنتاج اللقاح عن معلومات عن اللقاح أكو مواقع كثيرة هسية للمنظمات العالمية مواقع لوزارات الدول المجاورة يعني أنا هسا قبل فتحة كان أكو اجتماع مع عدد من الدول تتحدث عن أهمية اللقاح لفلاوانزة باعتبارها هسا موسم اللقاح وتتحدث عن الإمكانات الموجودة عندها فأني ممكن هسا كمواطن عندي تشكيك بهذا الموضوع أدوى بالإنترنت أشوف وين الدول تستعمله وين دي يستعمله وين فائدت هذا اللقاح مو شغلة صعبة ولا أصبحت غير ممكنة أشوف الناس اللي أخذت اللقاح شون دي صار عدد متأكد من عددها لا مجرد أسمع خبر غير صحيح وغير متأكد من مصدرة وأشخاص هم معرفة يعني إحنا تجينا رسائل معرف منه مجرد رسائل صوتية بس مجرد أنه تنطي بث إشاعات مغرضة حتى تشوش تفكير المواطن مواطنة عاقل واصبحوا يعني الانترنت وواعي وبإمكان التأكد من المعلومة قبل ما يحاول ينشرها ويكرر نشرها وبعدها يصير تشويش ومع الأسف يعني هذه كل هذه ضربة هي على المواطن يعني أي خلل بهذا الموضوع أي سوء فهم أي معلومة مغلوطة ترجع علينا وعلى مواطنين متابعينا الكرام نشوف هذا الفاصل وراجعيني معكم أهلا بكم متابعينا وصلنا إلى تعليق من الأخت فاطمة من البصرة تقول نعم دكتورة ده صير تحذيرات لتأخذون اللقاح وخصوصا في محافظة البصرة رين تتأكد منكم مبارك الله فيكم دكتورة تعليق شكرا جزيلا للأخت يعني هي نقول نعم نتأكد من المصدر المبثور أكيد المعلومة ليس صحيحة لأن الوزارة نأكد الوزارة لما تطلق لقاح فأكيد أكو إجراءات كثيرة تم تنفيذها لوصول اللقاح بصورة آمنة إلى المستفيدين من هذا اللقاح فنأكد على مواطنين اللقاحات اللي تطلق من وزارة الصحة هي لقاحات آمنة وإلى هذه اللحظة الحمد لله هي اللقاحات كلها مجانية نعم ومفيدة تمنع أمراض وقلل من حدة أمراض أخرى ومنها لقاح المفلاوزة لقاح كوفيتية هذه لا تمنع المرض وإنما هذه هي تقلل من شدة المراضة تقلل من العبء المادي والصحي على المواطن وعلى العائلة وعلى المجتمع لأن هذه أمراض تنتقل عن طريق التنفس وتنتقل بسرعة ونأكد أي شخص مصاب ممكن راح ينقل لعدوى لكثير من الأشخاص وكل شخص راح يبدأ ينقل لعدوى يعني ممكن في يوم واحد نشوف العائلة كلهم نامين بالفراج وكلهم يردون علاج وكلهم يحتاجون شخص يداريهم وينتبه عليهم بينما أخذ اللقاح هو راح يقلل من شدة المراض راح يخليهم بيهم حيل يشتغلون وبهم حيل يتحركون وبهم حيل واحد يداري نفسه ويداري الآخرين الموجودة هناك دكتورة سؤال أخير هل إقبال على اللقاح لحد هذه اللحظة جيد كيف تعالى؟ والحمد لله لحد هذه اللحظة أكو إقبال جيد ونتمنى أنه كل الناس اللي يحتاجوا يستفيدوا من عنده حتى نقول موسم الشتاء راح يكون أقل على المواطنين طبعا شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة دكتورة وإن شاء الله اليوم مواطننا سمعنا ورح يتوجه إلى المنافذ التلقيحية ويتلقى اللقاح وإن شاء الله يكون عليه شتاء آمن وعلى آئلتهم إن شاء الله متابعين الكرام شكرا لكم المتابعة تقبل وتحياتي أنا الدكتورة نور محمد علي وتحيات كادر البرنامج نلتقيكم الأسبوع القادم بإذنه تعالى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر